أبراج محظوظة هيحصلوا على شركاء مثاليين والكثير من الأموال ماجي فرح بتكشف عنهم أول حاجة معنا برج الحمل لو وقعت العامة الفلكية ماجي فرح أن يكون العام الجديد وخصوصا نهاية فبراير وبداية مارس هيشهد تغيرات وفرص جديدة يدعم جوبيتر برج الحمل في مارس وده يعزز موقعه ويحمل له فرص عالية يكون السفر صديق لبرج الحمل في العام الجديد خاصة ابتداء من شهر إبريل ويكون مهر في الأعمال التجارية والصناعية وممكن في أكتوبر ونوفمبر هم الأشهر الأفضل للحمل والجانب العاطفي هيكون العام الجديد الأفضل لبرج الحمل هتعرفوا على حب جديد وأهم حاجة أن هم يهتموا بصحتهم التور من المتوقع أن يكون العام الجديد عامل خروج من الأزمات للتور هيكون برج التور أول الأبراج لتتجاوز الأزمة وتنتهي الأزمة في مايو ويتجه موليد التور نحو فرص نجحة وأعمال جديدة وشركات تجارية نجحة وترقية في مجال العمل أو ينتقلوا لمكان أكبر في الجانب العاطفي هيواجهوا صعوبات لكن هينجحوا في تخطيها نسبة للجوزاء وصفت الجوزاء أنه هو سنة بين الرجاء والشقاء توقع يكون العام الجديد هيواجهوا تحديات في أول الشهر لكن بعد كده ابتداء من آخر فبراير وأول مارس هيدخل سطر برج الحوت وتظهر بعض التنقضات والصعوبات المحددة ولكن هيحصل تحصنات في مارس ويجب على الجوزاء أن يكونوا حاضرين ومطالبين في اختياراتهم العاطفية أما السرطان هيكون أكثر انطلاقا في الحب يكون سنة جديدة عليهم والشهور الجاية هتكون أحسن وأحسن وعندهم بدائر واحتمالات جديدة بدلا من السنين اللي فاتت وعلى مويلة السرطان يكونوا حاضرين وتكونوا فيه فرص وتحديات جديدة في انتظارهم لكن لازم يركزوا ويصمموا على تحقيق أهدفهم القوس هيكون عام الحب المطلق للقوس زي ما احنا عارفين ويكون عند القوس حب من نظرة الأولى لكن يجب يكون حاضر ومطالب في اختياراته العاطفية وإذا القوس تزوج هيواجه ممكن مشكلة في العيلة أو في الجواز لكن لازم أنه يتأنى قبل ما يختار أو يعمل أي اختيار ممكن ضد مصلحته الجادي هيكون عام التغييرات الكبرى للجادي هيوجه الصعوبات في الشهور الأولى لكن يتحسن باعتها في مايو وهيكون للجادي فرصة لكاس بكسر من الملوة فرق والشهرة ويبدأ مشروعه جديد والعلاقات العاطفية هيبقى عنده زواج جديد وممكن علاقات مميزة أيضا بالنسبة للمش متتزوجين